فأنا أرى أنه إحنا طالبنا طلعنا بيان من ثلاثة أيام من مع بداية الأحداث واللي حصل طالبنا في واحد بالاعتذار فإذا خرج المجلس العسكري يعتذر فهو بيستجيله مطلع هناك كلام إنه ده مش اعتذار لأنه ده نأسف يعني اللغة كمان استخدام اللغة إنه فيه أسف على ما حده يا ريت حيات لو عندك بس يا ريت حيات لو عندك بس يا ريت حيات أنا ما شفتش اعتذار دي أنا مش فاكل حيات نأسف نأسف ده خطوة مكادش معهودة قبل كده مسمعناهاش قبل كده فدي خطوة مهمة هل هي كافية؟ ده سمعناه يا فنس البيانات هاي فينب قبل كده حليك بس شواري بالك البيانات قوات المسلحة الواحد وخبرنا منها فيها أشافات فيها اعتذار طيب أنا أول مرة أشوف أي نظام في هذه البلد يأسف لشيء لي علاقة بالمرأة يعني خلينا نبقى محددين ماشي؟ وأرجو إن هذا الأسف ما يكونش أسف على إنه هم اتفضحوا في الممارسات اللي حصلت لكن يبقى أسف على إقصاء المرأة من أول 11 فبراير بدءا من الوزارة للجنة الدستور لكذا وهذا الأسف هو رد على إنه النساء في مصر كانت صبورة بما يكفي فخرجت أخيرا تقول لهم كفاية وده اللي بيقول دكتور حيث إن إحنا في انتظارك أفعيل بك فالأسف ثقافة جديدة أنا رأي إنها خطوة مهمة لابد أن يستتبعها خطوات أخرى إيه هي؟ إنه ما يحول ليش الناس وده عودة لسؤال حضرتك ما يحول ليش الناس لتلاجة القضاء العسكري لأن العسكر هنا أو المجلس أو الجيش أو أي إن كان المتسبب الشرطة العسكرية هو كان طرف في هذه المعركة فما ينفعش يبقى طرف وحكم وقادي ومحقق في نفس الوقت أنا ستت بتاعت قانون معرفش ما بتكلمش السياسة هذا المستوى من التعامل لما تم من أسف هي خطوة إيجابية لابد أن يستتبعها خطوات أخرى اللي هي هيئة قضائية مدنية تقوم بالتحقيق على يد قضاء التحقيق حتى مش وكلاء نيابة مع كل تأدير واحترامي لهذا المستوى أنا لا عايزة وكيل نيابة ولا رئيس نيابة أنا عايزة قادي تحقيق في تحيات بتجري دلوقتي في نيابة زنهم مع اللي كانوا موجودين ومشاركين مئات الناس ما بينهم ضحايا ومتهمين وكذا أحداث العزرية اللي هي تأخرت كثيرا جدا أو بالما نعتذر عنها أو نبص عليها كان صدر تعهد أنا زاكنة ده مش هيحصلتين وبعدين حصل ما هو أسوأ أو ربما نفس الدرجة هل ممكن نوضح لستاذ المشاهدين أنه قد يكون مش فاكر إيه موضوع في 9 مارس كان هناك اعتصام في مدان التحرير من شباب الثورة نزلت الشرطة العسكرية تفض هذا الاعتصام بالقوة كالمعتاد يعني فإذا بيها تحجز عدد من المعتصمات النشيطات السياسيات في المتحف المصري وبعدين تفتق زهن حد كده واضح أنه موليش علاقة بأي حاجة في الدنيا زابط أي إن كان الحقيقة يعني لازم نعمله قياسات زكاء لعقله لو بيفكر كويس ولا بفكرش كمارات نفسية يعني أنه يجيب دكتور علشان يكشف على عذرية هذه البنات في الحقيقة ده أغرب تصرف حصل لأنه بيدين الناس من غير ما يتكلم في نظرة شديدة التخلف للنشيطات اللي هو الجزء اللي بتاع تسويق فكرة إنه من تنزل الشارع وتباد في الشارع دي ما لهاش أهل فلازم تكون مش كويس هم برروا ده بفكرة إن إحنا خفنا لا يدعوا علينا إننا عملنا فيهم حاجة فكان عزرا أقبح من زم دي قصة العزرية اللي كانوا في الميدان واللي اتعامل معاهم ده بناتنا وإخواتنا وصديقتنا وبنات مصريات ناشطات محترمات اتعامل معاهم ده فهذه التحقيقات في الوقت ده كمان اتقال فيها إحنا مش هنعمل كده تاني وإن ده خطأ لكن لم يقال نأسف أو نعتذر عشان كابقول دي أول مرة بيحصل طيب اتحول الموضوع للتلاجة وبعدين دلوقتي بنطلعه هو وما سبيره القضاء العسكري بالنسبة لنا أو النيابات العسكرية هي نيابات استثنائية إحنا كمحامين مدنيين أو المدعين بالحق المدني مش من حقهم إنهم يدعوا أو يقدموا طلبات فيه الكلام بتاع أننا نعمل مذكرات أو ما قيل ده كلام الحقيقة ما هواش دقيق احنا ما عندناش حقوق دفاع قدام القضاء العسكري مصانة وتمكننا من الدفاع أو حتى يعني دعم الضحايا وبالتالي الآن الخطوة دي ما هيش إيجابية يعني خطوة نأسف أنا شفاها إيجابية خطوة الإحالة للقضاء العسكري مش إيجابية وبالتالي احنا عايزين هيئة قضائية مستقلة بقضاء تحقيق تحقق في الوقاعة دي طريق حضرتك تحديدا على التحقيق فتح التحقيق في أحداث ما سبيرو وقضاية كشف العسكري طبعا أتفك جدا مع أستاذ عاليته في الآخر بخصوص قرية تحقيق وده شيء طبعا مهم جدا أنا بس يمكن أنا طبعا مشارق القانون بس أنا بحاول أقرأ الأحداث على قد مقدر يعني الواضح من أول استورة الغاد دلوقتي لأو أي حد موضوع بيقرأ بيلاقي إن كل حاجة بيكسبها بنتيجة ضغط يعني أنا بضغط من أيام شفيق لبعد كده ليه محكمة اللي موجود ونظام السابق كل حاجة كانت ضغط حتى آخر بتاعة محمد محمول كانت ضغط نتك عن شيء إيجابي جدا إنهما بضروا انتخابات الرئاسة لمدة السنة بعد ما يكون نعملت داخل في 2013 فإذا المجلس العسكري واضح جدا إنه هو بينضغط بيستجيب طيب موضوع كشف العزرية أنا جزبعت عنه زمان وكان موضوع بالنسباني أنا شخصيا كان ملتبس إنه أكيد دي إشعاعات أو مش واضح قوي همالهم مال الستات يعني لكن بعد قراءة الأحداث الأخيرة لأ ده متصق جدا كشف العزرية ده إهانة للستة كريس وأهنتهم اللي تم تم من اللي فاتوا إذن ما قدرش أفصل ده عنده فده زي ما بقول تاني برجع بأكد إن هذا الربط بيؤكد إن فيه فكرة عندهم إن هؤلاء السيدات سيدات منحرفات أو حاجة زيك أريد أن أقولتها مهمة جدا بقى دلوقتي حضرتك بتقول بتحقق في كشف العزرية طيب طبعا فيه قضية شهيرة بتاعت ساميرة البنت المناضلة يعني طبعا وأنا أتصال بيها مستمر للحقيق دلوقتي بتقول تحقق في كشف العزرية وحضرتك قلت قبل كده إن ده إجراء روتيني اهتياري يعني ما فيش بقى حق يعني حضرتك إما ده إجراء روتيني وبتاعت تتمسك إن ده إجراء روتيني وده من ضمن أسلوب إدارة القوات المسلحة في العمل الميداني إنه ميجي يقبط على ستة يعمل لها كشف عزرية لا في الحقيقة هما ما قالوش إجراء روتيني لا يا فن لا يا فن أنا بقى دقيق جدا هما قالوا في الوقت ده إن إحنا بيقول إنه ده حصل على سبيل الخطأ ونتعهد إنه لا يا فن بحضرتك بقى أنا مشكلة إن أنا تركت وظيفتي وتركت وشغلي عشان بذاكر المجلس العسكري وعايز أجيب حركة الكليب لا أنا مش بدافع المجلس العسكري لا يا فن بس أقول حركة بلدكة عصل شغلنا علمنا الضغطة شوية أنا يمكن أطلع على الهواء وأقول كلام زي ده إلا ما يكون عارف مصادره وعندي مصادر حضرتك أنا عندي كل حاجة موثقة كويس؟ فتقال قبل كده إن ده إجراء كلمة روتيني أو اعتيادي عشان بتبرير كذا بتبرير إنه ما يتمش اتهامة لهم اللي عملوا كده أيوة كده فدلوقتي أنت كراجل قوات مسلحة لو أنت ده إجراء روتيني بقى أنت مقتنع أنه هو صح جاي دلوقتي تقول إن إحنا بنعمل تحييق فيه تناقط غريب جدا نقطة مهمة جدا وبعدين التوقيت كالمعتاد النهارده أول يوم بتتكلم عن تحييق في كشف هزرية بعد اللي حصل وتحييي في ماسبيرو بيؤكد باستمرار المجلس العسكابي ما عندوش أي مبادرة ولا عايز يعمل أي حاجة في الصالح هو المشكلة إنه هو بيتزنق بيتضغط بيتطر يطلع شوية جزر فالموضوع للكشف العزرية ده أنا خايف إنه هو يكون جزر وموضوع ماسبيرو ده مجرد جزر وطالما أنت أصلاً ما عندكش النية إنك تعمل حاجة من نفسك يبقى أنا بالنسبة لي أنت إيه إن أنت بتضغط عليك فبتضطر تعمل خده دي بس هو ما عندوش نية ما عندوش نية لنعملها بحقيقة يعني هيبقى خبر كده وبعد كده هننسى كمان شهرين ثلاثة ودوروا بقى على الموضوع طبعاً ساميرا يابراهيم قالت كلام خطير جداً لو حانكش شفت الفيديو شهادتها طبعاً الفرق بين ساميرا يابراهيم والأخرات إنه هم يعاني التاليين خافوا يتكلموا وطبعاً لأنه حاجة يعني وحاجة محرجة لكن هي اتكلمت هي بنت سوهاجية تحية بلد ليها رائعة بنت رائعة أنا شفتها كذا بقى في احتصام على فكرة اللي مين فاته وتم حتى يعني اختطفها شوية في المجلس الشعب وطلعت قالت حاجة مهمة جداً مش عايزة أطول عشان حركة تكمل الحديث بس قالت حاجة مهمة جداً إنك كان حطت صورة مبارك وراء لسه؟ أيو قالت له إيه دا إحنا في صورة بتاع قالت له إحنا بنحبه وغزبنا عنكم وإحنا عن ربيكم وخليكم أورورين بقى لو نزلتم التحرير تاني الكلام دي على فكرة الكلام دي على فكرة بيعدي محدش بياخد ماله منه أنا بحاول ديه ليه دايماً بعمل كده أنا بحاول أقرأ المجلس العسكري من الخلف بحاول أحط نفسي مكانه بحاول أفكر هو بيعمل كده ليه لما تتربطي حالي كل الحاجات دي ببعض لأ المجلس العسكري في قوات التنفيذية هم ضد الصورة على طول الخط طبعاً غير بيانا 69 بتاع 6 إبريل غير اقتطاف الشريف حلبي شريف روبي غير علي الحلبي غير اللي بحسب 6 إبريل للوقتي زي بقول لحارك أنا قاعد بركز في الموضوع وعندي مستلدات ووصائق من اللي في الجرائد يعني وفي الكبس فالله أنا عايز أقوله أنا تأكدت من يوم 23 يوليو تحديداً بيانا 69 إن المجلس العسكري لم يكن متخبطاً أنا كنت في قوة بأبناء متخبط وإدارة العملية بالنسبة له وهو لايسا معتلاً على السياسة وكنت بقى تزيق بقى إيه بخده العوزة بعد البيانة تحديداً أنا بطلعت أتأكد المجلس العسكري بيعمل في إجهاض الصورة وبيخطط لأتلها تماماً وده اللي حصل طبعاً وده اللي حصل في محمد محمود وده اللي حصل في شرق أصر عيني هو عايز يقتل الصورة لأسباب ممكن نتكلم فيه عشان ما أرطلش وقت أخضر